اللي نوصق ليه لحظة امبارح مهمة جدا وهي تقدم الحارس ابو جبل في رقالات الجزاء لو شفنا بالصورة محمد ابو جبل كان بيخرج عن مرمى والقانون والقعدة بتتحدث انه لازم يكون رجليه على خط المرمى وما يتقدمش عند التزديد ده اللي حصل من محمد ابو جبل في اكتر من لعبة هنا الفار لازم بيتدخل وبيعيد رقلة الجزاء نموذج لده لو شفنا مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهاية الكونفدرالية كنا امام لقطة تقدم فيها جنش اثناء التزديد من لعب مقدم لعب نهضة بركان اللي حصل ان بامالكت سيمة تجاوز تماما عن فكرة اعادة اللعبة وبالعكس راحوا للعبة اللي بعدها وبدأ يدخل عبدالله جمعة عشان يسدد كان فيه اعتراض من حارس نهضة بركان بدأ الفار يتدخل ويبقى فيه مراقبة لتقدم جنش اتعادت اللقطة قانون الفيفا بيتحدث ان الحارس المتقدم اللقطة تعاد واللعبة تعاد مش كده وبس ده كمان بيحدث بيحصل على كارت اصفر الغريف في اللعبة والمخالف للقوانين بشكل واضح ان جنش في الوقت ده لم يحصل على كارت اصفر لانه كان عنده كارت اصفر صابق مادي دي طلع الكارت الاصفر وتراجع تاني لما افتفل معنى امام الترجي وهنا الفيفا وهي بتتكلم في لعبة ان انت التحرك ده خاطئ وهنا القانون اللي بيقول ان الحارس يحصل على انذار شوفنا مبارح ابو جبل بيتقدم اللقطة لا تعاد واللعبة بتتلعب عادي وهنا بنتكلم رسالة لكل الحكام المصريين في نادي بيتحدث عن ان الفار كان حينصفه وهو اللي استفاد من الفار في اكتر من اللقطة كان مفروض لو الفار تدخل فيها تكون النتيجة مخالفة سواء امبارح او في لقطة الكونفدرالية فهنا بنتحدث مين اللي بيستفيد من عدم تدخل الفار ومين اللي لو الفار اتطبق في لقطات صحيحة كان هيكون متضرر وهنروح للاقطات تانية في المباراة ولكن رسالة لكل الحكام حراس نادي الزمالك بيتقدموا عن مرماهم خلال اللعبات الخاصة برقلات الجزاء ودي مخالفة للقانون وللعبين مش مفترض انك تدخل عشان الفار يتطبق مفترض ان الحكم من نفسه يطبق كلفار ولكن احيانا قليل من الدهاء لو استدعى ان انت تنبه الحكم ان في مخالفة لازم تعمل كده ودي لازم يكون تركيز محراس نادي الزمالك فيها وبنقول نصيحة نقولها اللعبينة ولاعبينة يكونوا مركزين في النقطة دي ويكون عندهم فعلا فكرة اداء في اختيار الوقت الضغط على التحكيم عشان تاخد حقك الحقيقة قبل ما نروح لاخطاء تحكمية اخرى وزي ما قلنا احنا طبعا خلاص خسرنا المباراة لكن ما ينفعش يكون لنا اخطاء تحكمية حصلت في المباراة ونتجها لها والحقيقة مستوى الحكم برغم انه حكم اجنابي ونرويج وكده لكن فيه خطأ فادح جدا فكرة الالتحامات اللي حصلت من فرجاني ساسي في الدهاء 20 والدهاء 25 لا في الدهاء 25 الكورتين يستحق فيهم انذار اول وانذار تاني زي ما حضراتكم شايفين دي كرة بص امام الحكم بالزبط ويتيجي لقطة دلوقتي لقطة واضحة جدا فيه تهور من اللاعب فرجاني ساسي على اليو ديانج تستحق انذار ده قانون كرة القدم مش وجهات نظر تستحق انذار دي كانت في الدهاء 20 في الدهاء 25 الغريب ان الحكم بقى ما حسبش الكرة دي فاول اصلا استخدام المرفق واضحة جدا في وجه مجد افشا واعتراض طريقه بالقوع اعتقد انذار تاني في الدهاء 25 كانت زمالك يلعب المباراة عشرة مش بنقول ده سبب اننا اخسرنا لا لكن بنوضح الاخطاء التحكمية لا يدحق انا ودي كمان كرة من فرجاني ساسي نفس اللاعب وشد اه الاجايه متعمد يعني هو حاول اه اجايه شل ايديه لا هجيبك تاني فقام جايب يعني اصرار على العقوبة او اصرار على الخطأ فكان لازم لازم قرار من الحكم المباراة كان في اصرار ان هو ياخد العقوبة بس الحكم عنده اصرار انه ما يدوش العقوبة طبعا زي ما شايفين ده طبعا قرارات للبعض اللي دايما بيشوف اخطاء تحكمية بسيطة جدا يبدأ يتكلم معنا بشكل كبير جدا احنا كمان من حقنا نوضح فكرة الاخطاء التحكمية اللي اكيد لما تكون اخطاء مع لاعب لثلاث مرات في المباراة اكيد على الاقل لمرتين منهم الحكم يطبق القرون كان اللاعب ده هيكون الفريق ده كان بيلعب عشر لعبين وكان من ديئة خمسة وعشرين واعتقد تاريخ القمة اهل وزمالك لما بيضطر اللاعب من الزمالك في بداية المباراة النتيجة بيكون صعبة جدا او انسحق وعندنا احمد سوبر 2017 اللي فيه اعتراض برضو في الامارات الشقيقة عندنا اعتراف واضح من الحكم ان كان فيه رقل الجزاء المستحقة وقتها العبدالله السعيد لم تحتسب ونادي الزمالك خرج فاز برقلات الترجيح برضو وقتها سهل جدا كنا نعمل مظلومية احنا اللي اتكلمنا عن فريقنا قبل ما نتكلم في اي حاجة تانية مش بنقف عند اللقطات دي ونقول ان هي اسباب وان كان فيه تجاوز واضح للقانون كمان لقطة كانت من حازم امام اللي كان فيه دفع الكهرباء ايضا كان لازم الفار يتدخل فيها بشكل واضح جدا وكمان الفار من سكات ما تكلمش في اي حاجة ولا حد كلم الحكم ده اللي كان بيحصل في المباراة ودي اللقطات الواضحة اللي لو في عندها اخرى كان بقى فيه كلام عن الحكم اللي بيلعب في دوري معين وكلام عن ان الحكم كان ليه دور وعن ان الخسارة كانت بفعل التحكيم لا احنا بنلوم نفسنا قبل اي حاجة ولكن بنرصد ونوسق عشان نقول لكم ان كان فيه اخطاء ما ينفعش ابدا كنا بدافع الخسارة ما نقفش عندها يحنا بنلوم نفسنا ان انا ما قدرناش احنا اعلى فنيا واقوى فنيا ان انا ما نسجلش هدف واثنين وثلاثة في مباراة انا كنت شايف انها مباراة سهلة على لعيب النادي الاهلي وعشان كده للرسالة للعيب النادي الاهلي لما تكون اعلى فنيا ما ينفعش اتحق غير نتيج تلفوز ده اللي بنطلبه منك لما انا اضغط عليك كجمهير النادي الاهلي وعايزك تحقق البطولة ما تزعلش افضل بكتير جدا من لعبين المنافسين لما هم اللي يضغطوا عليك احنا نضغط عليك افضل وانت لما تكون اعلى فنيا لازم تحقق الفوز وقالها قبل كده من والجزء كتير ده كمان ما كانش بيكتفي بفكرة الفوز بس كان دايما بيسعى لفكرة ان انت كمان تحقق سكور لكن قبل ما ندخل في نقطة تانية نقفل بقى موضوع السوبر ده بملاحظة بسيطة جدا هو ليه مباراة الاهلي والزمالك تحديدا في السوبر المصري ما بيتلعبش فيه وقت اضافي ليه دايما تتلعب تسعين ديه ورقلات ترجيح النادي الاهلي لعب مع امبي في 2005 اتعادل في الوقت الاصلي لعبنا وقت اضافي النادي الاهلي لعب مع الاسماعيلي في 2007 اتعادل في الوقت الاصلي لعبنا وقت اضافي النادي الاهلي في 2018 وفي الامارات يعني من سنتين والمصري وتعادلنا في الوقت الأساسي 90 دياء لعبنا وقت إضافي وقت إضافي يعني بيبرز قيمة أو بيمنح الفرص للفريق الأعلى فنيا الأجهز فنيا اللي عنده اليقى بدانية عالية اللي عنده إصرار على الفوز لماذا في مباريات السوبر أهلي وزمالك بيتم احتساب المباريات 90 دياء فقط لغير ليه بتحرم النادي الأهلي من أنه يحقق البطولة احنا كلنا بنشوف في الكاس الأسباني لما المباريات كانت بتلاعب زهاب وعودة كان دايما الفرق الكبيرة بتقدر تلم نفسها لأن ما فيش مفاجآت في الكاس وبطولات الكاس زي المفاجآت عملوها من مباراة واحدة برشلونة وريال مدريد خرجوا في يوم واحد لأن مباراة الكووس دي بتحمل مفاجآت فإحنا عايزين تعمل مباراة بين بطل وبطل ألعب 120 دياء والأكفة والأفضل فنيا والأعلى الليقة بدانية هياخدها مش كل مباراة للقالي والزمالك في السوبر تلعبها 90 دياء كانت دي نقطة مهمة جدا وسؤال مهم جدا كنال لازم نوجهه لاتحاد كرة القدم أنا عايز أقول لك حاجة كمان ده مش بس فكرة الوقت الإضافي أنه هو هديك أفضلية لمدة الشوطية لا ده كمان فيه فرق فنيا وكتير جدا من المدربين اتكلموا فيها لما أنا أكون حعرف أن بعد التسعين دياء هلعب رقلات جزاء على طول أنت بدري جدا لو أنت متحفز حتى داخل التسعين دقيقة هتبدأ تدافع عشان تطلع للمباراة لرقلات الترجيع بحيث أنا لو عندي وقت إضافي حب أعرف أني لسه عندي كمان نص ساعة محتاج أكون عندي مشاقة دفاعية فيها والأهم فارس التلات مرات اللي لعب فيه من نادي الأهل وقت إضافي التلات مرات نادي الأهل فارس في الوقت إضافي أكدنا أن 2007 ما كانش فيه وقت إضافي المباراة اللي اسمعين 2005 أمبيو 2000 والمصري 2018 لكن البعض برضو تناول فكرة أنت طبعا عارفين كان فيه أسبوع مليء بالأحداث والموازنات والبعض بيرى نفسه أنه الأفضل دايما ولكن لما بيتم الإشارة من قريب أو من بعيد لتصريح في إساءة لتاريخ النادي الأهلي أو لبطولات النادي الأهلي لازم نقف عنده البعض قال أن نادي الزمالك حق 13 بطولة قرية مقابل 12 بطولة في الدوري المحلي وده بيعكس ما يتم في المسابقات المحلية